المسجد في المسجد اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصان رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قل جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر والعمارة نوعان حسية بالبناء والتشييد ومعنوية بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم وغير ذلك من الأعمال والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة أحيانا في المسجد يتحدثون بحديث يعني الماضي حتى إن أحدهم كان يقول كيف كنا نعبد الأصنام ويضحكون والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم فإذا كان الحديث في المسجد في أمور ليست محرمة لا غيبة ولا نميمة ولا كذب وإنما حديث دنيا بسيط يعني حديث كيف حالك تقول لصاحبتك كيف صحتكم كيف أولادك كيف عملكم إن شاء الله مرتاحين ما في بأس بشرط أن يكون يسير ولا يستغرق وقت الإنسان الذي في المسجد لا يسير ما في بأس كان الصحابة يتحدثون في المسجد بهذا الطريق بشرط أن لا تعلوا الأصوات وأن لا يكون عقد صفقات بيع وشراء لأن المساجد يحرم فيها البيع والشراء وأن لا يكون في شيء محرم مثلا أما حديث يسير فلا ما في بأس لأن الصحابة رضي الله عنه أفهم الناس لنصوص القرآن والسنة لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينهى مثلا عن شيء يعرفون ماذا يقصد بهذا فالأعراب الذي باله بالمسجد غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وجهه قال إن هذه المساجد لا يصرح فيها شيء من الأذى والقذر إنما هي لذكر الله ولا الصلاة هذا من حيث العموم من حيث الغالب أما أحيانا يكون حديث دنيا بسيط لا بأس بذلك ولله الحمد بشرط بالشروط اللي ذكرت أنا قبل قليل بارك الله فيك